موسيقى لكن عايز عرف تقييمك لأداء المنتخب ويقيتك المبرأة بالأمس بسم الله الرحمن الرحيم يعني دعنا أبني أخش في المنتخب كان فيه مفاجأة حاية النهاردة الأول مرة في تاريخ الكان فريمة غشقر يحقق فوز الانتصار الأول في نهايات كتسبة الأفريقية كسب بروندي بهدف ودينا تيكة كبيرة جدا وكان عمل مفاجأة في المنبرة الأولى وتعادل برضو مع غنيا وخد نواطب عنده أربع نقاط فطبعا حاجة جميلة جدا من المفاجأات واعتقد أن ده سمرت أن الأرعى خلت أن المستوى الأول والمستوى الثاني لعبوا في الجولة الثانية مع بعض مش المستوى الأول والثاني يفرموا والثاني والربع ودينا تخلص زي ما حصل معنا في كاس العالم لو تفتكر مجمواتنا كان فيها أروجوي وروسيا وكان معنا السعودية فخلوهم هم يواجهونا كل فرق خدت مننا ست نقاط واربحت عنا صفر وانتهت القصة قد يكون هذا مقصودا من الاتحاد الأفريقي لإشعال الجولة الثالثة حتى لا تنتهي الجولة الثالثة وبكنا وعتقد ده ظهر برضو في مجمواتنا حتى ما زالت الأوراق عندنا لم تحسن في المجموعة الثانية احنا طبعا لعبنا الكونغو اللي هي التصنيف الثاني وكان ماتش قوي جدا حنتكلم عنه لاحقا فطبعا ده شيء مهم جدا ومشيء مميز بيشعل المنافسات ويخلي دور المجموات يعني قوي ومتابع حتى اللحظات الأخيرة حتى الجولة الأخيرة اللي هتلعب إن شاء الله خلال الاشبوع الموقف هو كده 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 تتبقى لحظة تاريخية النهاردة حتى لو كانت بروندي كذبت لأنه أيضا كده هيبقى أول انتصار ليهم يعني في البطولة لأنه دي أول مشاركة للمنتخبين وطبعا بعد قليل سيمطلق مباراهم من العرش سقيل بين الجزائر وبين الشقيق وبين السنغال مباراة قوي جدا إن شاء الله نتمنى الفوز للجزائر الشقيق طبعا بالنسبة طبعا منتخبنا أعتقد أننا حققنا المأمول في أول مبارايتين بنسبة مئة بالمئة وقدرنا ناخد ست نقاط من ست نقاط ما تقدرش تتكلم حقا هدف مطلوب جدا وجايب تلات جوان جايبينهم تلات لعبين مختلفين الحمد لله لم تهتز الشباكك حتى الآن بأي هدف شيء كويس جدا وشيء مميز جدا طبعا لكن الكلام كله عن الأداء بتاع منتخب مصر نحن كمصريين دايما يعني بنبقى بنبحث عن الأداء يمكن كان منتخبنا مع ميستر كوبر كان الأداء أقل بس كان أفضل من كده يعني حتى مع ميستر كوبر الأداء كان أفضل من كده يعني كان بيدافع بشكل واضح وكانتدنيها بتبقى مقفولة بشكل قوي وشكل مميز وكان المرمى المصري شبهه مؤمن بدرجة كبيرة جدا وكان بلعب بها جماعة أنا بدافع وأنا مدرب فكرة دفاع واسلوب دفاع وبدافع وبأجيب جونه وبأموت عليه طول الماتش وقدر بالطريقة دي في الكان النسخة الماضية في 2017 في الجابون قدر يوصل للفينال وكادة أن يحقق اللقب أو كان قابق أو أدنى من الفوس باللقب قبل أن تستقبل شباكنا هدفا قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة في طبعا حالة عدم ارتياح لأداء المنتخب من كل الجماهير من كل المتابعين من كل النقاط من كل المحلين الأداء بتاع المنتخب مش هو الأداء مش هو منتخبنا ده اللي احنا ننتظره عندنا الكثير من القصور الكثير من الأخطاء الكثير من الأيوب مع الأخطاء في الأعطاء نحن حققنا الهدف وده شيء مهم جدا وشيء مميز ولازم ندعمه ولازم نقف وراء منتخبنا وقبل ما حنتكلم عن حاجة نحن ندعم المنتخب ونقف وراء من كل القوة ومساندين ودعمين لي وله كل التقدير وله كل الدعم حتى بفضل الله يصل إلى الهدف المطلوب إن شاء الله لكن عندما تتحدث عن بعض الأشياء النقصة في منتخب مصر فده هدفك أن الحاجات دي تكتمل وأن العيوب دي تتلافى وأن الجهاز الفني ياخد حذره وياخد اتجاه لتغيير شيء ما يمكن أن يحدث فيضيف لمنتخبنا يمنح منتخبنا شكلا جماليا أفضل حتى في الأداء يعني أنا كان نفسي مبارح وإحنا بنلعب حتى فاخر خمس دي يعني دائما كان بيقولك اعمل لمسة حلوة في الآخر كده تعطي انطبعا جميلة بالضبط يعني اللمسة الأخيرة أو المشهد الأخير هو اللي بيبقى في الأداء فاعمل المشهد دي يعني ما تصرش حتى النهاية حتى تستلم الكرة وتمرر وتعمل وتنقل الكرة للأسف مكنينش قادرين نعمل دا إحنا ما بنعملش جمل ما بنعملش أداء هجوم منظم اللجوم بتاعنا ما زال عشوائيا أطرافنا لا تعمل عندنا مشكلة جميلة في وسط الملعب يكاد يكون فريقنا بدون وسط ملعب يمكن طارق حامد بيقاتل دفاعيا كثيرا من أفضل اللعبين في الحقيقة طارق حامد لا طبعا نحن نتكلم هنتكلم على المجموعة الأفضل طارق حامد بيتصدى دفاعيا بشكل كبير جدا لكن لو جيت تتكلم على وسط الملعب ودوره الهجومي ووجود قائد ده مفتقد تماما ومش موجود عندنا على الإطلاق لدرجة أن تقريبا ما فيش أي أسس تتعامل لأي حد مهاجم في المنطقة دي يعني يعني البعض بيلوم محمد صلاح البعض بيلوم مرون محسن طب ماذا وصل إلى مرون محسن وماذا وصل إلى صلاح شفنا صلاح قدام وصلته قدر تريزيجي يعمل الكرة الوحيدة اللي يدر يوصلها له وقدر يشتغل بها ويسجلها ورغم أنه كان قدامه مدافع قافل الدنيا وجنوا في الزواجة دي ولحق بيتنا مدافعين لكن بخبراته صلاح حتى الكرة وكانه بقول أنا هحطها سجل الهدف ده سجله كرته اللي أبطه الهدف العالمي النموذجي اللي معروف بيه صلاح فعندنا مشكلة ده مرادي كمان غير صلاح ما حطاش في البعيد بالضبط أنا فجانا أنا أحطها في زواية تانية محتلفة فالمشكلة دي لازم يكون لها حل أي فريق بلا وسط ملعب أعتقد ما يقدرش يبقى بطل لازم أنت أقوى من الحاجات اللي عندك اللي بتربط خط زهرك بخط هجومك اللي هو وسط الملعب لازم يكون عندك القائد اللي يقدر ياخد الكرة ويصنع الهجمة ويصنع الفارق يمكن شوفنا محمد صلاح قدر محمد صلاح قدر يسجل هدف بمهارته بقدراته وبالجهد الكبير اللي عمله ترزيجي كمان عندنا يعني نفسي الأطراف بتاعتنا تشتغل بشكل أفضل يعني احنا ما بنشوفش أطرافنا بتشتغل خالص يعني ده ليه طيب يعني لو وجهت فرقة كبيرة هتسجل إزاي ولا هتجيب جواني إزاي ولا هتشتغل إزاي للأسف مستر أجيري غير طريقة اللعب اللي هو بتداهى مع منتخب مصر لما جيه لما جيه كان بيطير الأطراف تمام أيسا أيمان أشرف يعني اللي هم موجودين للوقت وإحمد المحمدي بيتيره وبتسقط واحد النص المعب بتلعب تلعب يعني أمور فنية كتير وكان بيلعب بيها مستر أجيري لكن الوضح إنه هو عدل الأسلوب فده اللي أدى للأداء اللي احنا بنشوفه بالضبط لكن الأداء استمر بنفس الشكل على المستوى الأولان يعني كان المفروض هو يغير هذا يعني حتى تغييراته اللي بيقابلها ما بتضفش يعني ما بيشوفش أي إضافات كمان أنت زي ما قلنا برضو في الحالة قبل كده إن الدكة بتاعت منتخب مصر للأتف يعني ليس على مستوى المنتخب مصر يعني معندكش دكة تقدر تصنع الفارق أو عندك أوراق برا تقدر تحقق وإنت قابة تفرج يا أستاذ وسي على المتش وتفكر في البدايل الواحد هو بيفكر مش لاقي بدايل يعني قصدي حد ينزل يغير لك المتش مفيش كلام ده للأسف الكلام ده مش موجود يعني لكن في النهاية هو ده اختيراته ودي حاجاته اللي اخترى وهو اللي يتحسب عليها ولا يشوف هنتكلم بتفاصيل أكتر عن مبراطل المنتخب مبارح أمام الكنغو لكن خلينا نروح لفاصل سليع ونرجع مرة ثانية يلا وينا ملعب قبل الفاصل يا أستاذ أوسي وشايفين ان دي سلبية من السلبيات للمتواجدة في منتخب مصر هل شايف تشابه أسلوب اللعب ما بين طارق حامد والنني هو ده اللي معطل شوية نصف ملعب منتخبنا والحل ايه من وجهة نظر حواطعا نجل وقتلك ان وسط الملعب في منتخب مصر بيعاني معاناة كبيرة جدا ومش هنكون مبالغين ولا هنكون منتقدين او عدامين اذا قلنا ان ده اضعف خط وسط منعب لمنتخب مصر في السنوات الاخيرة تقريبا من الفين وستة طبعا على الاقل يعني ما كانش عندنا وسط منعب الحالة السؤادية عندنا شقين اللي هو شق الدفاعي في وسط الملعب والشق الهجومي يعني الديفندرات هو الوسط الملعب اللي بيساعدوا في الناحية الهجومية عندنا اتنين ديفندر اللي هم طارق حامد ونني طارق حامد الحياء مقاتل شرس جدا ومقدر دوره بامتياز يستحق كل تحية وتقدير يعني واحد من الاعمدة اللي شايله كتير جدا في الجنب الدفاع منطقة واحد سايب روحه بره الملعب انني ليس موجود ليس موجود ليس له اي دور لا قطع ولا تمرير مش موجود للأسف وكأنه لم يحضر للبطول وكأنه ليس موجود مع منطقة مصر أو كأن منطقة مصر يلعب ناقصا يعني فمش موجود طبعا أنا عايزة أسأل حريك سؤال بقى في الجزئية بالتحديد الخاصة بمحمد النني دايما محمد النني بيواجه انتقادات كبيرة جدا مع منطقة مصر ورغم كده كل مدربين بيجوا يلعبوا محمد النني هل ليهم وجهة نظر معينة ممكن للبعض ما يكونش أخذ باله منها لا هم أنا أعتقد أنهم بيعتمدوا على احترافه في الدورة الإنجليزية ووجوده مع أرسنال وبيعتبر أن التدريب مع أرسنال أفضل من أن يكون بتلعب هنا في الهالة أو في زيادة في منتقب مطر يعني ما تتكلم على لعب في حجم عامر السلية أعتقد لو السلية كان موجود كان حيفر طبعا اللي بعد بيقول لك الأداء متشفة ما فيش حكة اسمها متشفة المفروض لتنين ديفندرات لتنين بيخدم على بعض ولتنين شايرين بعض ولتنين خط دفاعي أول موجود بالنسبة لك قوي جدا وصلد جدا وهو اللي بيواجه العجمات يعني أنت لو شفت الأداء بتاع الكون غنبنح الكرة لو ما تصداش لها طريق حامد بقيت قدام الشناوي مباشرة بقى المطلوب أول حد يتعامل حجازي محمود علاء لو راحت طرف عيمان أشرف أو راحت المحمد بقى دولا المقاتلين والحية أن هذا الرباعي بيؤدي بشكل يعني قصر مش معقولها أكثر من أغندا على أرض واسط الجمهور الأستاذ القاهرة وبالتالي أنا قصرات كمان هبدا عن أستاذ القاهرة طبعا يعني أولا أنا مش عايز أبدا عن أستاذ القاهرة وسنية مش عايز أواجه السنغير أو الجزائر وسالسا نبقى طريق سهل لدور الثمانية على الأيال يعني أبقى أواجه واحد من الثمانية الكبار مستقبلا أو أو سنتيمة فده يبقى أفضل من جمال يعني أفتح لنفسي خطوات أكبر وأوسع في البطولة أنا يعني ده الهدف مهمة ولازم أسألك عليها لأنها خلاص حديث الساعة دلوقتي وفيما يتعلق باللعب عمر وردة رأيك إيه في القصة دي وحابب تقولي أنا في المقدمة قلت إن إحنا عايزين بس منتحاد القرى إنه هو يعلن القرار النهائي وما يسبش حالة الجدل في الشارع المصري الرياضي عشان إحنا كلنا هدفنا الأساسي إن إحنا نساند المنتخب لكن نوع التشتيت اللي إحنا شايفينه والبعض يقول لك وردة حيرجع لا وردة مش حيرجع هي دي المشكلة بالنسبة لي لما نتكلمت في المقدمة وجهة نظر حضرتك شايف حل الأزمة دي إزاي ورؤيتك لها أصلا إيه لا مش حل الأزمة هي مشكلة حصلت وإتحاد الكورة خدت فيها قرار وإن كان القرار جاء متأخرا وربما جاء متأخرا لأنه ارتبط بأزمة تانية معها موجودة معها كان مفتاد إن إتحاد الكورة ياخد قرار فعليها أن يتمثل بقرار هو أخذ قرار خلاص لكن المرحلة اللي حد دخلناها دلوقتي مرحلة إن اللعب في المعسكر وإن هل هيرجع تاني ونسمع أن اللعبة بتضغط في المنتخب عشان رجاء طبعا كام ده مش مزبوط وكام مفهوم ما يحصلش خالص وكلام مرفوض رفضا هو موقف جاية حقيقة برضو من اللعبة بيقف جميع زميلهم لكن الكرار في الآخر للمسؤولين القرار مسؤولين فالمسؤولين يوم أدبات على اتحاد الكرة أن يأخذ القرار وإحنا في كل الأحوال نتمنى القرار المناسب للمنتخب مصر ومش عايزين الموضوع ده يأخذ أكبر من حجمه علشان مصلحة المنتخب ومن شتتش المنتخب ومن خليتش اللعبة تقعد تركز في هذا الأمر والعبة تؤيد والعبة تعارض كان ده مش مظموط يجمع يبقى الحال موقف حاسم اتحاد الكرة يني هذا الجدل إذا استطاع اتحاد الكرة عنيان يني هذا الجدل خصة القصة وانتهى الموضوع سواء هو هيكرر أن وردة يرجع أو لا خلاص مستبعد كرر اللي انت عايزه بس خلص قصة الجدل اللي احنا شايفينها ده خلص حالة الجدل ده شيء مهم جدا عشان نركز في تشجيع المنتخب بس بس خلينا وراء منتخبنا ندعم بكل قوة وجماهير مصر العظيمة اللي بتدعمه بنشوف صورة جماهرية اللعبة تساعدهم شوية يعني لما لما اللعبة تلعب وتأدي أكيد ده حيبقى موجود لكن الرسالة اللي احنا بنوجهها ودنك أرلميين انه انت كدورك مشجع في وقت الأزمة أهم من وقت الانتصار في وقت المستوى يكون أقل أهم منه لما يكون المنتخب بلعب ويمتعك لما ينتخب بلعب ويمتعك هو مش خلاص بقى لعب وعالي وابتاع انت مبسوط وسعيد ممكن طبع تتفرج ايه الموراة مقامة عندي ويعني ايه الموراة مقامة في ملعبي وفي أرضي يعني جمهوري ده بيدعمني وهتافه ده بيهز المنافس وبيخلي المنافس يشعر بعدم السقة وبالارتباك فانت ده المفروض الدوري اللي موجود لجمهور المصري أنك تقف وراء خلف منتخبك في المرة قبل الحلوة في وقت الارتباك والفوضى وعدم الانضباط الخططي وعدم وتراجع المستوى أفضل من لما يكون المنتخب متكامل وبيقد بشكل كويس جدا نتمنى أن الناس تستطيعوا بهذه الرسالة وإذا كانت لقايبة دورها في الملعب فحداتك دورك في المدرجات تؤدي دورك بكل قوة بكل احترام مدام روحت وطعت الكارير وقدرت يعني ربنا كرمك ونقولت حظ أنك تكون موجود في هذا المكان فعلاك أن تؤدي رسالتك المطلوبة بتشجيع ودعم المنتخب والوقوف خلفه ومنتهى القوة ونبعد عن أي سلبيات ونركض في هذا الأمر نجوم مباراة الأمس من وجهة نظر نجوم مباراة الأمس ونجوم مباراة الأولى أنا من وجهة نظري أربع العيد حالو مين عندي اتنين وراء حجازي ومحمود علاء طبعا عندي طريق حامد عندي ترزيجي هذا الرباعي هو الرباعي الأفضل في منتخب مطرحة تاني طبعا يأتي بعديهم على طول الطرفين محمدي صلاح طبعا ده في منطقة ما حدش يقدر يتكلم ومشيحنا نقيم صلاح يعني صلاح لعب عالمي لا ما بقولك لعب عالمي والكورة اللي جات وتصرف فيها وقدر الفرصة اللي جات لأه فرصين قدر يعني حط كورة في الراكلة حرة قدر يحطها وجون أنقصها بالصعوبة وكورة تانية تصدر لها الدفاع والتالي تسجل منها أنا عايز أأكد على كلام حضرتك يا أستاذ أوسي أنت بتقول نحن عندنا نوص ملعب ضعيف شوية في منطقة مصر لك أنت تخيل أن الألعاب اللي ذهب بيها محمد صلاح للمرمى كانوا كلهم أو معظمهم عشان أبقى برضو دقيق من خلال باص لتريزي جي طيب أنهم الهدف يبقى إحنا نتكلم فيه إحنا طبعا مش بنقول محمد صلاح ما بنقول أربع القيبة مش بنقلم محمد صلاح لا محمد صلاح لا تصل الكورة يعني لو قررنت بين اللي بيوصل لمحمد صلاح في ليفربول واللي بيوصل في انتخب مصر لا يوجد مقارنة نادرة حتى لما تتمرر له بعد التمريرات لا تكونش بدقة كويسة بحيث أنه هو تترميله في مسحب هو سيادر يستغل السرعات ويتحرك فيها ولما حصلت مرة واحدة قدر يعملها بشكل مزيل فصلاح ده القيمة العظيمة اللي موجودة عندنا ده اللعب اللي إن شاء الله اللي يقدر يصنعك الفرق في أي وقت بس إحنا نساعده بس إحنا نوصله للجول بس إحنا بمشمعوله صراح يروح يجيبها من عند الشي النوع لشان يروح يجيبها يجوني عايزة دي لعيب حقه تريزي جي رائق في ايه لأ تريزي جي اللعيب متكامل ربنا إن شاء الله يا رب يحرصه بدنيا مميز جدا فنيا رائع جدا بيتحرك بشكل كويس جدا في أكتر من مكان امبارح يعني يتجوز وعمل دور كمان دور الأسست اللي هو يخش ويقترق ويصنع اللعب وخد الكورة ويصبر عليها ويبص من صلاح ويروح لعيب للكورة أعتقد أن تريزي جي لعب مميز جدا لعب أنا من وجهة ناظريو وقلتها قبل كده أن تريزي جي لا يقل عن محمد صلاح وهو لعب مبهر وانتمنى إن شاء الله أن يستمر على هذا المستوى ليكون أفضل لعب في هذه البطولة بإذن الله إذا ربنا وفقنا وفوزنا بها لو ربنا وفقنا وصلنا للفاينال وفوزنا بمطولة دي أعتقد أن تريزي جي هيكون لديه نصيب كبير جدا لأن من أول مباراة للمباراة التانية ماشي بنفس المستوى بأدي بشكل عادي وغير الهدف والأسست الدور الكبير اللي هو بيعمله طول الماتش يعني لعب مميز جدا لو فرقتنا كلها بتلعب بروح تريزي جي وبأداة تريزي جي وعندهم نفس المسيجي وطريق حمد أعتقد أننا كانوا عندنا منتخب تقيل جدا 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 نتمنى للآخرين يعني يستفيدوا من هذا الأمر تتوقع أن تريزي جي يروح نادي كبير بعد البطولة دي إن شاء الله أنا من قبل البطولة دي وبتمنى أن تريزي جي يستحق بصراحة يستحق أن يطلع من قاسم باشا يمكن جاله عرض في تركيا وما تمش أتمنى بالضبط أتمنى بالضبط أنه يروح الدور مثلا يروح دور فرنسي أي دور يقرمه الدور الأسباني أو الدور الإنجليز أعتقد أن في يوم الأيام أن تريزي جي سيصل إلى هذه النقطة لأنه الحقيقة يستحق وهو لاعب من هذه النوعية ومن هذا الطراز الذي يستحق أن يكون في مكانة مرموقة وفي نادي كبير جدا في أوروبا إن شاء الله ده هيحصله قريبا بإذن الله إن شاء الله طيب إحنا تكلمنا على الجانب الفني الخاص بمنتخب مصر خلاص نقف الملف في منتخب مصر ونستمنى له كل توفيق في المقابل رؤيتك للدور الأول بالكامل من دور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية شايف أبرز المنتخبات وأفضل اللاعبين من وجهة نظرك إيه هو يمكن الدور الأول بشكل عام اللي تلعب فيه 12 مباراة على مستوى المجموعات كلها كلها يمكن ما قدرناش يعني يقدم لنا المستوى اللي احنا منتظرين أو المستوى المطلوب فنية نسه وحصل فيه شكل إن الصغار مش الصغار يعني فيها لما لهاش أسماء كبيرة ولهاش تاريخ كبير في أفريقيا قدرت تصمد أمام الكبار بشكل كبير جدا فنقدر نقول هي جولة زابت فيها الفوارق بين الكبار وبين الصغار وواجه الكبار صعوبات كبيرة جدا حتى يحقق النصر على الفرق اللي هي كان متوقع أن يأكلوها بسهولة بداية من مبارات اللي افتاح من مصر وزنبابوي كله متوقع أن مصر هي تجعل تلتهم في زنبابوي فيجعل منتخب جبابوي يقدم مباراة كويسة ونفوذ بهدف وحيد اللي سجله تريزيجي ومرورا بعد كده بنين بتتعدل مع غانا تونس بتتعدل مع أنجولا بعد كده يعني حصل بعض المفاجهات الكاميرو حتى وهي فاجة 2-0 قدرت تقريبا في آخر تلت ساعة قدرت تسجل هدفين منهم هدف من الخطأ أو هدف الثاني فالكوار كلهم واجهوا صعوبات مع الفرق اللي هي ما لديه اسم كبير وما لديه التاريخ كبير في البطولة بتسنقى مثلا زي فرقة زي مالي ووجد فرقة زي مورتانيا أول مرة تشارك فقدرت تسجل أربع هدف كل مباراة انتهت تقريبا بهدف أو بالتعادل أو بفرق هدفين ما حصلتش أكتر من كده كانت نسبة التهديف تقريبا جيدة 27 جون شفناهم في الـ 12 مباراة بمعدل هدفين فاصل 25 من مية كل مباراة جات فيه هدف كل مباراة جات فيه هدف تعتبر جيد يعني فيه أداة هجومي في اللعبة في أن الكل بيلعب الكل بيهاجم الكل بيحاول يصل إلى المتاع لكن ما شفناش حاجات مميازة ما ظاهرتش قدرات النجوم الكبار ما شفناش لعبة مميازة أو قدرت تصنع الفارق يعني ما زال هذا الأمر غير متاح أعتقد هو الدور الأول بيبقى كده والبدايات بتبقى كده أعتقد أن من الجولة دي والجولة الثالثة وما هو قادم سنرى الأفضل والأكثر المباراة أفضل ما فيها هو التنظيم يصل للبطولة أفضل ما فيها التنظيم حتى الآن أنا كنت برضو احتطرق مع حضرتك للتنظيم بس قبل من التكلم في التنظيم عايز أسألك عن أبرز اللعبين من وجهة نظرك اللي شبتم لحد الوقت والله يعني ما فيش حاجة تبرزت كثيرة يعني يعني ما فيش اللعب السوبر يعني صلاح مازال يعني لسه يعني ما داش حاجة لسه عنده كتير جدا سادي ومانين لسه برضو عنده كتير جدا أتلاقي نجوم الكاميرا النجوم غيانا محرز لحد كبير يعني ظهر بشكل طيب لكن أعتقد لسه قدامهم كبير لما ده بعد مباراة واثنين وثلاثة يقدر يبقى هو المؤثر في أداء فري وقدر نقول إن ده اللي بيصنع الفارق إذا كانا ما فيش لعب عندي دخل جاب 3-4 تجوان مثلا وصنع فارق فريتو لقابت كانت متخرب جرين وقدر يغير حد الوقت ما حدش جاب هدفين في البطولة فما فيش يعني لسه أمور مش واضحة بالنسبة للعب النجم كله بيركز على أداء الجماعة وبركز على إنه هو يخطف أول نقاط وكله متوتر وخايف فأعتقد إن إن شاء الله ده حنشوف المرحلة المقبلة الجانب التنظيمي بيئة الخاص بالبطولة وإحنا بنتابع يوميا كل الأمور المتعلقة بالتنظيم لأن ده شيء يهمنا ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنهم يستمروا بالشكل الجيد جدا ده في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في مصر وأنا بكلمك كمان دلوقتي مباراة الجزائر والسنغال فيها حضور جماهيري كبير جدا أكتر حضور جماهيري حصل في مباراة بطولة الأمم الأفريقية السنة دي حتى الآن بعد مباراة منتخب مصر فدي أيضا حاجة إجابية هول جماهيري بتادي تروح وحتروح للمباراة الكبيرة فخلينا نتكلم على الجانب التنظيمي وبتحديد قلولي يا جماعة النتيجة حد الوقت الساعة يعني أعتقد الجانب التنظيمي بيصير دون منتهى الدقة منتهى الانتظام منتهى الانضباط كل شيء مرتب ومحسوب التوقيتات الدخول للفرق والماتشات والخروج كل ده بيمر بشكل سفر سفر حد الوقت السنغال والجزائر بشكل مميز الإشهادات الحقيقة يعني احنا ما بننتزعش إشهادات من حد لأول مرة نجد الضيوف هما اللي يشهدون هما اللي يبلغون بالإشهادات دي هما اللي يكتبون ده في إعلامهم ويقولوا في وسائل الاتصال بتاعهم واللي لما بيطلعوا حتى في وسائل إعلام مطرية بيؤكدوا على ده يعني حتى شوفنا ممكن كلوشا بوالية بيقول أنا كنت أتمنى أن نلعب في البطولة دي عشان الملاعب بتاعة مصر عجباني قوي فدي شهادة عظيمة جدا يعني أن احنا أخيرا حد بيشد من ملاعب بالضبط يعني احنا كنا بنوعان من الملاعب الحمد لله عندنا الست ملاعب اللي بتلاعب عليها البطولة في منتهى الجمال منتهى النظافة أرضيات على أعلى مستوى النجيلة ممتازة جدا ما بنشوفش ديوقتي لعب رجله بتغتص في الأرض ولا حاجة بتحصل قطعة مثلا من نجيلة تطير في الهواء مع لعب كل ده مش موجود ده دليل على أن الأرضيات دي تعملت بمنتهى الدقة بشكل ممنظم فطبعا يعني حاجة مبهرة وحاجة مشرفة لنا كمصريين يا رب إن شاء الله الأمور تكمل بهذا الشكل وتستمر حتى النهاية وأعتقد أنها ستستمر بهذا الشكل وفوق ذلك الانضباط الجماهير والدخول بشكل قوي وشكل مميز ونشوف ده في مبارات منطقة ماطنة وزي ما بتقول حضرتك الآن في هذه المباراة السنغال والجزار حضور جماهير كبير ومميز أعتقد أن الجماهير اللي اشتريت تذكره اخترت مباراة تتفرج عليها معارفين أن مطش تنغال هتلاقي مطش المغرب وكو دفوار ممكن هتلاقي مطش الكاميرون وغانا المطشات الكبيرة أعتقد أن دي هتتعمل عمل جاز بالجماهير وأعتقد من دور الستاشر إن شاء الله هيبدأ في حضور جماهير كبير جدا وكلما البطولة هتتقدم هيبكون في حضور جماهير مميز لأن الناس عايزة استمتع بكورة وعايزين ننجح البطولة فإن شاء الله ده يكون موجود شايفت زي مشهد التفاف المصريين حول منتخب مصر وممكن منذ قليل وحلقة تتكلم كان فيه صور بتتعرض للجماهير المصرية وهي راح على المدرجات وده شيء مهم وإجابي جدا ولحظة فارقة في تاريخ الكرة المصرية وأنا مش بهول من موضوع ليه لأن إحنا بفترة اللي فاتت بكنا نلعب من غير جماهير أو بعدد محدود أو من جماهير في كل المبارات المحلية يعني أو حتى كمال الأفريقية فدي ممكن تكون انطلاقة جديدة لعودة الجماهير المؤكد ده بشأن انت بتتكلم في غياب الجماهير في مصر من 2011 من التكلم يعني عدد كبير جدا من دولة مثلا كان عنده من الكبار عندهم مثلا دعيان لسه مولودة بعد بعد الثورة عندهم سبعة وتسعة سنين أو كان عندهم تلات سنين مثلا يعني ما حضرواش أصلا مباريات قبل كده وفي جيل كبير دلوقتي عنده سبعتاشر تمنتاشر سنة أو عنده عشرين سنة ما كانش بيحضر مباريات أصلا الفترة اللي احنا توقف فيها لحضور الجماهيري فيكون ان الناس تيجي تحضر فدا شيء جميل جدا وده طبعا بصلا احنا كمصريين احنا بنعشق بلدنا وبنحب بلدنا وبنحب اي حاجة تفرحنا او اي حاجة تعمل انتصار او اي حاجة تنجح البلد او اي حاجة تخلي صورة مصر قوية وصورة مصر جيدة وصورة مصر مميزة فتحية للجمهور المصر في كل مكان وتحية للشباب المصري اللي بيطلع بالفترة عاشق للبلد عاشق للكيان عاشق للمكان تلاعيل تغير بيحب مصر وبيانت في مصر مجرد ما شاف ده بين فق اسرته عاشق للبلد بشكل عام وعاشق لكل حاجة فيها تب حاجة فترية كمان ما بقولك يا فترية انا بقولك باتكلم يعني عدد كبير جدا من الشراح بتاعت المشجعين اللي موجودة دلوقتي بقولك ما حضروش مطشعات عبل كده يعني ما حضروش عددين وستة مثلا يعني فده مهم جدا ان ده يكون مزروع فيهم وده لان الاسر المصرية بتنتمي لطراب هذا الوطن المصريين دايما على قلب رجل واحد يعني تتفق في شيء تختلف في شيء لكن يظل حبنا للبلد حبنا للكيان المصري حبنا للدولة المصرية حبنا للبلدنا حبنا للأصلنا حبنا للتاريخنا حبنا للجزرنا ده موجود فينا كلنا كمصريين ايا كانت الامور بالنسبة شعب عطيف يا احنا شعب عظيم يعني ان شاء الله وإذا وتيحت لي الفرصة في كل المجالات اعتقد سنطلق وسحقت نهضة كبيرة جدا بإذن الله في كل الاتجاهات وليس في كرة القدم فقط وليس في رضافة ودينا شوفنا لما لعب مصري رياضي مصري بتهيأ له الأجواء المناسبة بيصل إلى العالمية بيصل إلى العالمية اعتقد لدينا استطيع نصل العالمية في كل المجالات في الصناعة وفي الزراعة وفي الطب وفي الاقتصاد وفي السياسة وعندنا نمازك كتير جدا من بره مصر بتحقق لأن مصر فيها كفاءات كبيرة جدا وفيها خير كبير جدا إن شاء الله ليوم الدين إن شاء الله توقع متفائل لسه بمنتخب مصر إن شاء الله كامل البطولة يخد إن شاء الله اللقب بإذن الله نتفائل طبعا لا نملك إلا التفائل وندعو لمنتخب مصر ونكون لقلوبنا إن ربنا يوفقه إن اللعبة تشد حلها أكتر وإن الأخطاء تصحح من قبل الجهاز الفني وكون في روح أعلى من كده لدى اللاعبين خلال المرحلة الجاية وإن الجمهور يساعد ويساهم ويدعم بشكل أفضل إن شاء الله نقدر نكمل خلينا ماشيين خطوة خطوة مع اللي دا إحنا هدفنا دلوقتي نكسة بماتش جاي بإذن الله شان نبقى أول علشان يبقى طريقنا أسهل إلى حد كبير الروح العالية للعاب منتخب مصر هي اللي هتعود الأداء السيء نوعا ما اللي بنشوفه خلال المبارايتين اللي فاتوا إن شاء الله نشوف أداء أفضل من كده بكتير خلال المباراة القادمة أستاذ أوسي نورتنا وشرفتنا وبسعت جدا بتواجد حررتك معنا ربنا خليك أسهل شكرا شكرا دا كان لقاءنا الحواري الهام جدا مع أستاذ الكبير أستاذ محمد الأوسي واتكلمنا في أمور كتيرة جدا بتخص منتخبنا الوطني المصري دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة حلقة يوم الخميس استنونا يوم استابت القادم وحلقة جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله إلى اللقاء موسيقى شكرا 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 شكرا